بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلاً وسهلاً بكم معنا في درس من الدروس المتعلقة بالكراءات القرآنية درسنا أيها الطلاب والطالبات متعلق بأصول رواية ورش عن نافع المدني وتحديداً مذهب ورش في الإظهار والإضغام بإذن الله تعالى آتي وإياكم على بيان مذهب ورش في الإظهار والإضغام ولكن قبل الدخول في صلبي وجو هذا الدرس يحصن بنا أن نستعرض وإياكم أهم وأبرز الأهداف المرسومة لهذا الدرس فكونوا معي في الوقوف على هذه الأهداف ومن ثم بإذن الله تعالى آتي وإياكم إلى جو درسنا الممتعي النافعي بإذن الله تعالى إذن على بركة الله جل وعلا درسنا هو الدرس الرابع والعشرون وهو الإظهار والإضغام عند ورش رحمه الله تعالى وإليكم أيها الطلاب والطالبات أبرز الأهداف المرسومة لدرسنا أول هدف أسمو وإياكم إلى تحقيقه أن يعرف الطالب والطالبة المرادة بالإضغام ما معنى الإضغام؟ لا بد أن نعرف ما هيته قبل أن ندخل في ما يتعلق بمذهب ورش في الإضغام والإضغام أيضا من الأهداف والثاني أن يبين الطالب والطالبة مذهب ورش في الإضغام وكذلك في الإضغام إذن هذه أبرز الأهداف المرسومة لدرسنا بعد هذا آتي وإياكم إلى مدخل مهم ندخل من خلاله إلى جو درسنا بإذن الله تعالى وهو سؤال أطرحه على الطلاب والطالبات وهنا ما فائدة الإضغام؟ ما الفائدة من الإضغام؟ هذا السؤال جوابه بإذن الله تعالى من خلال محاور درسنا كونوا معي في غاية التركيز بإذن الله تعالى ترون الجواب عن هذا السؤال واضحا جليا بإذن الله تعالى إذن مع أول ما نأتي عليه بإذن الله تعالى من المحاور هنا تعريف الإدغام ثم بعد ذلك نأتي وإياكم إلى بيان مذهب ورش في الإدغام هذان محوران مهمان من محاور درسنا نبدأ وإياكم على بركة الله مع أول هذه المحاور وهو تعريف الإدغام لغة هو إدخال شيء في شيء أدغم يعني أدخل إذن هو إدخال شيء في شيء آخر نأتي للإصطلاح وهو الذي يعنينا هو اللفظ بحرفين حرفا كثاني مشددا يعني إدخال حرف ساكن في حرف متحرك بعبارة أخرى هذا هو الإدغام في الإصطلاح عرفنا الإدغام بحمد الله تعالى ننتقل وإياكم بعد هذا للوقوف على مذهب ورش رحمه الله تعالى في الإدغام هناك تفاصيل مهمة لمذهب ورش رحمه الله تعالى في الإدغام ونأتي على أول الكلمات التي لورش رحمه الله تعالى فيها الإدغام دال قد هنا لاحظ معي دال قد يعني حرف الدال من قد هنا أدغم ورش دال قد في حرف الضاد وكذلك حرف الضاد نأتي وإياكم إلى تطبيق ذلك بالمثال فقد ضل هنا حفظ يقرأ بالإظهار فقد ضل لكن ورشا يدغم يعني يدخل الدال في الضاد فقد ضل لاحظ معي هل تسمعون صوتا للدال أبدا لماذا لأنها أدغمت وأدخلت في حرف الضاد إذن فقد ضل أيضا يدغم ورش الدال في الضاء في قوله تعالى فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه مباشرة لا تجد للدال وجودا في النطق وإنما في الرسم إذن هذا ما يتعلق بإدغام ورش رحمه الله تعالى دال قد أدغمها في حرفين ونأتي للشاهد من الشاطبية رحمه الله تعالى في قول الشاطب رحمه الله تعالى قال وقد سحبت ذيلا ضفى ضل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا ركز معي هنا وقد هذه الكلمة التي يدغم آخرها قد ثم يذكر لك الشاطب الحروف التي يدغم القراء السبعة الدال فيها ركز معي فهم يدغمون في السين وفي الذال وفي الضاد وفي الضاء وفي الزاي وفي الجيم وفي الصاد وفي الشين كم حرف ثمانية حروف ليس لورش نصيب منها في الإدغام إلا في حرفين ما هما ضفى ضل فقط هذا الشاهد نأتي إلى قول الشاطبي فأظهرها نجم بدى دل واضحا يعني ناجم النأنون للعاصم والباء لقالون والدال بكثير هؤلاء قرأوا بالإظهار عند كل الثمانة حروف إذا جاءت بعدها دل قد وأدغم ورش هذا الشاهد وأدغم ورش ضر ضمانة وامتلا يعني أدغم ورش دل قد في حرف الضاد أول حرف من ضر وكذلك أدغم ورش دل قد في حرف الضاد كما بينا بالأمثلة التي معنا قبل قليل إذا هذا ما يتعلق بإدغام ورش رحمه الله تعالى دل قد أيضا لابدنا أن نعرف أن ورشا إذا جاء بعدها دل قد السين إظهار أو جاء بعدها الثال بالإظهار كذلك جاء بعدها الزاي بالإظهار ولقد زينا مثلا وجاء بعدها الجيم لقد جاءكم بالإظهار جاء بعدها حرف الصاد كذلك أو جاء بعدها حرف الشين قد شغفها إذن فقط هو لا يدغم إلا عند حرفي الضاد والضاء أما بقية الحروف إذا جاءت بعد دل قد فإن لورش فيها الإظهار كحفص الإظهار كحفص انتقلوا معي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات لنقف وإياكم على مذهب ورش في تاء التأنيث الساكنة هنا أدغم ورش رحمه الله تعالى تاء التأنيث الساكنة في حرف واحد وهو حرف الضاء فقط في قوله تعالى وكم قصمنا من قرية كان الظالمة حفص يقرأ كانت ظالمة يظهر التأ لكن ورشا يدغم التأ في الضاء كانت ظالمة كانت ظالمة وقال الشاطبي رحمه الله تعالى مبينا مذهب ورش في تاء التأنيث الساكنة وأبدت سنى ثغر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلاب فإظهاره در نمته بدوره هؤلاء المظهرون ثم قال وأدغم ورش ظافرا ومخولا وهذا الشاهد يعني أن ورشا فقط يدغم تأتنيث الساكنة في حرف واحد من الحروف المذكورة لاحظ معي هنا وأبدت تأتنيث ساكنة ثم يذكر بعدها الحروف التي يمكن إدغامها فيها أو يظهرها عندنا بحسب مذهب القراء والروات فعندنا حرف السين وحرف الثاء وحرف الصاد ثلاثة وحرف الزاء أربعة وحرف الضاء خمسة وحرف الجيم هو السادس ليس لورشا من هذه السيطة الحروف يدغم فيه تأتنيث الساكنة إلا حرف الضاء في قوله تعالى كان الظالمة كل تأتنيث ساكنة جاء بعدها الضاء فإن ورشا يدغمها ما عدا ذلك يقرأ بالإظهار لو جاء بعدها سين جاء بعدها ثاء جاء بعدها صاد زاي جاء بعدها جيم فإن ورشا يقرأ فيها بماذا بالإظهار ننتقل بعد هذا أيها الطلاب والطالبات لنأتي وإياكم أيضا إلى مذهب ورشا رحمه الله تعالى في الإضغام في كلمات قال هنا أضغم ورشا الذال إذا كانت ساكنة وبعدها تا في فعلين فقط في فعلين فقط الأول اتخذتم فاتختموهم لاحظوا معي فاتختموهم سخرية هنا الذال ساكنة وبعدها التا فأدغمها فاتختموهم سخرية حفظ يقرأ بالإظهار فاتختموهم هكذا أيضا في قوله أخذتم هنا ثم أخذتوا الذين كفروا أخذتوا قرأ كيف أخذتوا خلافا لمن لحفظ ثم أخذتوا الذين كفروا إذن فقط في كلمتين أخذتم وأخذت قال الشاطبي رحمه الله تعالى وطاسين عند الميم فازت تخذتم أخذتم وفي الإفراد عاشر دغفلا هنا الشاهد ذكر الكلمتين اتخذتم وأخذتم فذكر المثالين وأن ورشن رحمه الله تعالى يدغم الذال في التاء الذال الساكنة في التاء في هذين الفعلين فقط وليس هناك إدغام لغير هذين الفعلين ما يتعلق بالذال الساكنة إذا جاء بعدها تاء متحركة انتقلوا مع أيها الطلاب والطالبات أيضا لنقف وإياكم على بيان تفاصيل مذهب ورشن في الإظهار والإدغام هنا أدغم ورشن رحمه الله تعالى النون في الواو في قوله تعالى يا سين والقرآن الحكيم في حال الوصل قد يقول قائل من الطلاب والطالبات أين النون هنا النون لفظية لأنك تقرأ يا سين فقولك سين أصلها مكونة من سين ويا ونون والنون ساكنة ملفوظة يا سين والقرآن هكذا حفظ يقرأ بالإظهار يقرأ يا سين والقرآن الحكيم أما ورش في أدغم يا سين والقرآن الحكيم طبعا في حال وصل لماذا؟ لأنه إذا وقف لا يمكن إدغام إذا وقف في حال الوقف لا يمكن لأحد من القرآن يدغم لو قرأ يا سين والقرآن الحكيم كل قرآن عسرة لا يدغمون لأنه وقف وإنما الإدغام في حال في حال وصل لمن مذهبه الإدغام أيضا هنا نأتي إلى ما ذكره الشاطبي رحمه الله تعالى فيما يتعلق في إدغام نون يا سين لورش هنا قال ويا سين أظهر يعني أقرب إظهار عن العين لمن؟ لحفظ عن فتن حقه الفالمن لحمزة وحق من كثير ونافع هنا نأتي بدأ ونون وفيه الخلف عن ورشهم يعني أن لم يذكر ورش هنا من قرأ بالإظهار إذن مذهبه الإدغام في يا سين والقرآن الكريم ثم ذكر أيضا ما يتعلق بنون سيبينه بإذن الله تعالى بعد قليل إذن هذا البيت يبين لك أن ورش رحمه الله تعالى يقرأ بإدغام نون يا سين في الواو إذا قرأها بالوصل نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات لأيضا بيان مذهبه في نون في قوله تعالى النون والقلم إذغام النون من قوله نون في الواو هنا له فيه وجهان الإظهار والإذغام فيقرأ نون والقلم وما يسطرون في حال الوصل طبعا في حال الوصل قال الشاطبي رحمه الله تعالى ويا سين أظهر عن فتن حقه بدأ ونون هنا نون هذا الشاهد وفيه الخلف عن ورشهم خلى يعني أن ورشا له الخلف يعني له وجهان له الإظهار وله الإظهار كما بينا قبل قليل بعد هذا أيها الطلاب والطالبات ننتقل وإياكم لبيان أيضا كلمات يدغم فيها ورش هنا أظهر ورش نثاء عند الذال في قول الله تعالى يلهث ذلك فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك كحفص يعني لا يدغم وإذا وصل كلمة يلهث بذلك فإنه يقرأ الثاء بالإظهار يلهث ذلك لأن بعض القراء يدغم لكن ورشا هنا يقرأ بإظهار حرف الثاء عند الذال في هذه الآية أيضا أظهر رحمه الله تعالى الباء عند الميم في قوله تعالى اركب معنا هكذا يا بني اركب معنا خلافا لمن؟ لحفص لأن حفصا يقرأ بالإضغام اركب معنا لكن ورشا يا بني اركب معنا وإذا قرأ بالإظهار لا بد أن يأتي بالقلق هذا في حرف الباء اركب معنا قال الشاطمي رحمه الله تعالى وفي اركب هدى بر قريب بخلفهم كما ضاع جاء وهذا الشاهد الجيم لمن؟ لورش يلهث له دارج حلا فبين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمنهب ورش في اظهار حرف الباء عند الميم في قوله تعالى اركب معنا وكذلك اظهار حرف الثاء عند الذال في قوله تعالى يلهث ذلك بعد هذا أيها الطلاب والطالبات نأتي وإياكم إلى ختام درسنا بعد أن استمتعتوا وإياكم ببيان مذهب ورش رحمه الله تعالى في الإظهار والإضغام تعرفنا وإياكم على المراد بالإضغام وقفنا وإياكم على ما يضغمه ورش في ما تعلق بدا القد وكذلك ما يتعلق بتاء التأنيث الساكنة وبعض الكلمات التي يضغم ورشهم فيها أو يقرأ فيها بالإظهار أو له فيها الوجهان كل هذا وغيره بحمد الله تعالى قد أتينا عليه بتوفيق الله وإعاناته أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيبة المشاهدة وحسن المتابعة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته